بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبرك وعظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعو علم الله أما بعد نكم القراءة وشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إمام المحدثين الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة وضعه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدرين آمين الكتاب الثاني كتاب الطهارة والطهارة هي رفع حدث أو إيه أو إزالة نجس شيء دي التهارة إما بترفع حدث بالغسل والوضوء والتيامم أو إزالة نجس بالاستنجاء والاستجمار وإيه وغسل النجاسة والدباغ للجلود الجلود الميتة وللاستحالة بتحول الخمر إلى خل كل دي وسائل التطهير بقى وإزالة النجاسات والحك والتتريب كل دي وسائل إزالة النجاسات يبقى الطهارة معناها الشرع إيه رفع حدث وإزالة نجس الباب باب وجوب التهارة للصلاة بادي باتنين ما قالكش واحد زي ما قلت لك إنه هو التزم بعناوين الأبواب اللي في صحيح مسلم فالعنوان الأولاني في كتاب التهارة في صحيح مسلم الحديث مش مجاش في البخاري هو بيجيب لك الحديث المتفق عليها فلما ملقاش في في الباب الأول حديث يعني وارد في البخاري زيه في مسلم فحزف الباب ودخل في الباب التاني على طول لأنه هو التزم بإيه إنه يجيب لك الحديث اللي هو اتفق عليها الشيخان أما انفرد به مسلم ويأتي في باب يوم يحزف الباب ويحسب رقمه عشان ينبهت إن الباب الأول في صحيح مسلم الحديث اللي وارد فيه انفرد به المسلم عن البخاري فهمت بقى إزاي فما تجيش أنت بقى إيه زي الشاطر كده تقول إيه ده اتنين تروح مصحح واحد الأخبط اللي يريدوا إيه الكاتب يعني أعرف الأول وجهة نظر الكاتب علشان ما تصححش عليه وإلا حتفوتك هذي يعني أنت أول ما قريبت هناك كتابه الطهارة إيه اتنين الله فين واحد تروح كاتب بقى يجيب الكتاب صحيح مسلم تهمت إزاي تشوفك أي الباب الأول في الطهارة هتلاقي الحديث اللي ورد فيه انفرد به مسلم إيه ما أنت ازددت علمه أعرفت إنه ده انفرد به مسلم مش موجود زيه في المخاري تهمت بقى هنا اتنين باب وجوب الطهارة للصلاة أي لجل الصلاة الحديث الرابع والثلاثين بعد المئة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أخرجه البخاري فيه الكتاب التسعين كتابه الحيل باب في الصلاة جابه في الحيل ليه الإمام البخاري جاب الحديث ده ليه في الحيل عشان الإنسان ممكن يحتقل على الناس ويقف في صلي ومش متوضي خلاص تلهي ربنا مش عقبها بس انت اللي بتتحك على نفسك تقيمت بقى إزاي ما فيه ناس كده بتصلي ومش متوضي واخد بالك علشان يجاري الناس لكن هو من جو قلبه مش مؤمن زي بعض المنافقين أيام النبي كانوا يصلوا كده خوف يلاقوا المسلمين والصحابة الخرين يصلوا هو مش متوضي خش معهم الله وأكبر وقف في صلاة طيق اعتليهي هتضحك على مين يا أستاذ تهمت فما ينفعش يعني أنك كنت تصلي من غير وضوء تعمل زي القبلة اللي رح للشيخ يقول لي يا مولانا ينفع صلي من غير وضوء قال له لا يا ابني ما ينفعش قال له أنا جربته ونفع يبدأ قبلة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أحدث يعني إيه يعني حدث منه شيء ناقد للوضوء يبقى هو الحدث تعريف الحدث إيه أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص تعريفه كده أمر اعتباري يعني اعتباري يعني إحنا اللي تبول ده وهو داخل يتبوله وكان متوضي خارج زي ما هو لا وشه سود ولا إيده زرقت ولا رجليه اتغيرت لونها اللي هي أعضاء الوضوء فيبقى هو لما دخل يبول وكان داخل وهو متوضي وخرج هل حدث عليه أي تغير ظاهري هل شكرا يقول لك ده أمر اعتباري اعتباري يعني يعني افتراضي يعني لا ترى بالحس يقوم بالأعضاء اللي هي الواجب غسله في امت ازاي يقوم بالأعضاء حيث يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص يعني حيث لا رخصة في ذلك لإيه زي مثلا اللي بيصلي وهو إيه وهو فاقد التهورين فاقد التهورين ده عنده رخصة ممكن يصلي وهو لا متوضي ولا متيمم زي مين واحد محروق فأعضاء الوضوء بتاعته محروقة وأعضاء التيمم بتاعته محروقة لا يستطيع أن يستعمل تراب ولا ماء فهمت التراب يضره يلوز جرح والماء يتضره يأخر البر يبقى اسمه فاقد إيه التهورين يبقى عنده رخصة يصلي لبضوء ولا تيام طب هو بعد ما يخف يعيد الصلاة طب بيصلي ليه طالما هيعيد لإدراك الوقت طب وبيعيد ليه لإدراك الصحة فهمت بقى يا أستاذ يبقى تعريف الحدث إيه أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص إذا كان الحدث ده يوجب غسل فيقوم بكل الجسم عشان كده يجب غسل كل الجسم كالحيد والنفاس والجماع والحاجات دي يبقى يقوم بالأعضاء يقوم بكل جسم وبقى عشان كده بيغتسل لكن في الوضوء يقوم بأعضاء الوضوء بس وشه دراعه لحد المرفق رأسه فهمت إزاي القدمين بس وخلص فهمت بقى المسألة بابه صفة الوضوء وكماله حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما يبقى غسل إيده خارج الإناء ثلاث مرات الأول سيدنا عثمان ثم أدخل يمينه في الإناء بعد ما نظف إيده استعمل إيده كمغرفة يغرب بيها من الإناء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضى واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار والمرفق اللي هو إيه اللي هو ما بين الزراع والعضد اسمه المرفق اللي المصريين خطأ يقولوا عليه الكوع وده خطأ مصر الكوع اللي هو ده اللي هو الرسغ رست جوينت وقت بقى لك مفصل الرسغ هو ده الكوع فالكوع اللي هي العضمة العريضة اللي ايه اللي شوف الإبهام شايف الإبهام امشي مع الإبهام كده أول ما يقابل الزراع تلاقي فيه عضمة عريضة العضمة العريضة دي اسمها الكوع لما تمشي مع ايه الخنصر كده اللي هو الصباح الصغرى تنتهي عند الزراع تلاقي فيه عضمة صغيرة اسمها الكرسوع يبقى ده الكوع وده الكرسوع الكوع والكرسوع مع الكف واخد بقى لك يعمل مفصل الرسغ رست جوينت كويس علشان كده ايه الرسوسة كان يضع يده اليمنى على كوع اليسرى يعني كده يقوم العيالة اللي ما بيروش عند الشيخ يقوم يعمل كده فاهم ان ده كوع الغبي يقوم يقف لك عمل لك كده مش بتشوف يده ناس عاملة كده يبقى ده اخد الفقه من الكتاب وما تعلمش من الشيخ فالعامة ممنوع ان هو يقرأ كتاب الفقه ويعمل مباشرة ده عامة محتاجة تفاهم ده كانه زمان يقول لك ما يعرفش كوعه من بوعه ما يعرفش كوعه من بوع يعني ايه البوع اللي هو عدمة العريضة اللي في نهاية ابهام القدم ابهام القدم فيه عدمة كبيرة كده اسمها البوع اسمها ايه البوع تعادل الكوع في رجله في دريعه فيقول لك ما يعرفش ايه كوعه من بوعه يعني ما يعرفش راسه من رجله فهمت ازاي فالبني ادم اللي ما يعرفش كوعه من بوعه ما ينفعش يقرأ كتاب الفقه منفردا لابد ان يقرأوا على الشيخ لان احنا شفنا ناس جهلة كتير لما سمعوا ان النبي كان عادة لهمنا على كوع اليسرى فرح حطها على المرفق ظننا منه ان المرفق هو الكوع تقيمت فناخد بالله حتى المصريات البسطاء يقول لك ايه لما تشتكي جزها انه ما بيصرفش عليهم وفقرها تقول ايه ده شربني المية من كعاني يعني انت ما عندكش كباية تشرب من كتر فقرك ما عندكش حتى كباية تشرب تعمل ايه تشرب من كوك تقيمت ازاي يبقى ولح يشرب كده هون يبقى حتى المسأل العام بيتكلم على الكوع مظبوط لان وعدا ما بيشرب بيشرب ازاي كده هون أما يشرب من كفه فهمت زي بقى إيه سقاني المر من كعاني فهمت المسأل المصري تقوله الست لما تشتكي جزها يعني فإيه فهنا بيقول لك إيه وغسل يديه إلى المرفقين يبقى المرفقين اللي هو إيه البوجاينت مفصل إيه المرفق واخد بالك ثلاثة مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثة مرار إلى الكعبين والكعبين اللي هم إيه اللي هو العظمان الناتقان إيه آخر الساق وقبل القدم يسموهم إيه الكعبين يبقى كل رجل لها كعبين المصريين يسموها إيه بز الرجل المصريين يسموه الكعبين إيه بز الرجل بز لأنه بازز كده بزة يعني إيه يعني برزة فالمصريين سموه إيه بز الرجل عشان ما تفهم كلام المصريين يبقى لازم بز الرجل ده يتغسل طب ما اللي المصريين يقولوا عليه كعب خطأاً هو اسمه العقب ويل للأعقاب من النار فهمت بقى إزاي؟ يبقى العقب اللي المصريين خطأ أن يقولوا عليه كعب لا الكعب يا سيدي هو إيه العظمان الناتقان عند نهاية الساق مع بداية القدم في عظمة داخلية وعظمة خارجية ماليولاي اسموه بالإنجليش اسموه الماليولاي واضح؟ يبقى لازم إيه؟ لازم يغسل للحد ده ثم غسل رجلي ثلاث مرار إلى الكعبين وتدخل الغاية في المغية إلى الكعبين دي اسمها غاية الغسل إلى الكعبين فهذه الغاية تدخل في المغية يعني تدخل في المغسول مش خارجة عن المغسول هل شكراً يقول لك إيه؟ لابد أن تراعي أن الغاية تدخل في المغية وليس تحداً أما يقول لك إلى المرفقين مش معناه عند المرفقين توقف لا يعني تشمل المرفقين تفهمت بقى إزاي؟ ناخد بقى لنا من الحكاية يبقى سموها إيه؟ الغاية تدخل في المغية أنا بقول لك إيه؟ أساليب الفقهاء لما تجي تعرف كتب الفقه وتفهم كلامهم ثم غسل رجلي ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري في كتاب الوضوء الباب الرابع العشرين باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وإذا تدريب عملي للصحابة النبي فعله أمامه توضى قدامهم وقال لهم اللي توضى وضوءي هذا ويصلي ركعتين لا يحدث بما بنفسه يعني ما يسرحش كتير فيهم ربنا يغفر لذنبه فسيدنا عصمان عمل إيه روى الحديث بنفس طريقة النبي جاب الوضوء الأول وتوضى قدامهم وبعدين قال لهم إيه قال لهم قال رسول الله من توضى نحو وضوءي هذا يبقى دي اسمها إيه بلاغ بالعمل باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تلاتة سبعة صح مش غلط الشيخ مش غلطان انت اللي غلطان باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله ابن زيد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء التور اللي هو الإناء الواسع لإيه الفوهة كده يبقى إناء واسع الفوهة مفتوح كده تقدر تحط كفك فيه سموه تور سواء مصنوع من نحاس أو من حجر أو من خزف إيه سموه تور فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور يعني غسل يده خارج الإناء الأول لأن اليد هتبقى زي المغرفة فبيغسل الأول أداة الغرف حتى لا يلوس الماء تقيمت فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمض مضى واستنشق واستنثر بثلاث غرفات يعني إيه يغري في غرفة كده ياخد جزء منها في فمه وجزء منها في أنفه يستنشق كويس بغرفة واحدة يدخل جزء منها في فمه يتمضمض به وجزء منها في أنفه يستنشق به وبعد يم يستنشق يعني إيه يدخل وبعدين يستنسر يعني ينفه يخرجه لما يستنسر يستنسر باليومنى لما يستنشق يستنشق باليومنى يستنسر يستنسر باليسر السنة كده في التبالك وعمل كده ثلاث غرفات يبقى ثلاث مضمضات وثلاث استنشاقات مع استنثرات واستنثر بثلاث غرفات غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفق الله مرتين أيها ما هو يجوز أدنى المطلوب مرة لو عملت مرتين يبقى لك أجرك مرتين لو عملت ثلاثا تبقى صابت السنة لو عملت أربعة خركت عن حد السنة وصرت مصرف ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحد على حسب اللفظ أقبل بهما يعني ابتدى من وراء وأقبل بهما وأدبر ده على حسب اللفظ لكن لغة العرب لا هو بيبتدي من النصية ويدبر ثم يقبل بس العرب بدأ ما يقول إيه أدبأ بدأ ما يقول أقبله بدأ ما يقول أدبرة وأقبل كلمة أدبرة يبتدي بيها دي سقيلة عنده لكن أقبله أسهل والأقبله وأدبر وأقصد بدأ بالنصية شفت بقى أستاذ خد بالك الحاجات دي مش هتعرفها إلا من الشيخ لكن اللي حيقرى كده هيعمل إيه؟ هيحط ييده على أفا ويقبل كده ويدبر كده صحي ولا لأ؟ لا لكن هو لا ده أقبل بهما وأدبر وبدأ بناصيته شفت بقى أزاي واحدة مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين باب الإثار في الاستنثار والإطار باب الإطار الإطار يعني يبقى وطر يعني يبقى ثلاثة خمسة سبعة كده أود نمبر أود نمبر يعني إيه؟ رقم وطر فردي فيه إيفن نمبر اللي هو الشفع وفي أود نمبر اللي هو إيه؟ الوطر لازم في الفقه تتكلم الناس بكل اللغات عشان تفهمهم بكلمك جد والله لأن المقصود الإفهام المقصود إيه؟ الإفهام وليس المقصود إن كنت تقول كلام والناس اللي عادين قدامك يعملوا كده هم مش فاهمين ما ينفعش باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال من توضع فليستنثر ومن استجمر فليوتر يبقى من توضع فليستنثر ده الأمر هنا على سبيل الاستحباد ومتى يجب إذا كان فينا جاسب كويس؟ وإن كان الإمام أحمد بن حنبل عنده والاستنثار والاستنشاق في غسل الجنابة واجب ولكن تفرد عن باقي المزايد في هذه المسألة الحنبل من توضع فليستنثر ومن استجمر فليوتر وأقل الوتر في الاستجمار ثلاثة الواحد مش محسوب لازم ثلاث مسحات استجمر يعني إيه؟ يعني استعمال الحجر لإزالة النجاسة بعد التبول أو التغوض إيه؟ لفقد الماء أو حتى مع وجود الماء ففي الحالة دي لابد من ثلاث مسحات على الأقل والمقصود الإنقاء فإن تم الإنقاء بأربع يزود خمسة للسنة لو تم الإنقاء بستة يزود سبعة للسنة إيه؟ تبقى إزاي؟ لو تم الإنقاء بواحدة لا يكفي يكملهم ثلاثة لأن أدنى الاستجمار ثلاثة واقعنا الاستجمار الوقتي في الزمن بتاعنا اللي هو إيه؟ الأوراق إيه؟ أوراق النظافة دي اللي أوراق التواليت الموجودة دي دي اسمو حجر إيه؟ حجر استنجاء لأنه يشترد فيه أن يكون إيه؟ في حجر الاستنجاء؟ أن يكون قالع للنجاس وأن يكون جاف وأن يكون طاهر وأن يكون غير محترم يعني غير محترم يعني ما يكونش مكتوب عليه قرآن ولا ألفاز عربية فهمت إزاي؟ ولا قطعة خبز جفة لأن دي محترم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن اللي فيها قذرات فهمت إزاي؟ فالخيشوم عشان بيتراكع معليه بعد القذرات أثناء التنفس وأثناء المخاطر ليخرج فيلتقي المخاطر ليخرج مع قذرات الهواء والتسق بيها فتبقى موضع قذرة فالشيطان يحب القذرة أو ينام فيها فإيه أنت لما تقوم من النوم تهتم بغسل خيشيمك لأن الشيطان يقترب من أماكن النجاسات والقذرات إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما وعلى شكة عباد الشيطان تلاقيهم لا يغتسل ويتدمخوا بالنجاسة دول عباد الشيطان يعني يخش كده بدلا ما يغسل نفسه من البول لقى البول كده يمسح بجسم ويمسح جسمه بالبراز والقرف ويضع على جسمه الخمر ويقعد بالشهور الطويلة لا يستحم بل قد لا يستحم طول عمره تقيمت إزاي؟ ليه؟ لأن الشيطان بيحب كده وقو بيعمل الشيطان تقيمت بقى إزاي؟ دول من العالم مجرمين وفي منهم كتير في أوروبا في كتير جدا منهم في أوروبا ويطولوا دوافرهم تبقى زي المخالب كده واخد بقى تشوف أنت مناظرهم يعني إيه تغمي باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما وعنه بيه قال حديث عبد الله بن عمر قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة أرهقتنا الصلاة يعني يعني كاد الوقت ينتهي يعني أخروها لدرجة إن كاد الوقت ينتهي وهيخش الوقت التالي عايزين للحق تقيمت إزاي؟ أريمان أرهقتنا الصلاة يعني مستعجلين بقى عايزين نحق أن نصلي وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضى فجعلنا نمسح على أرجلنا بقى هم بيمسحوا رجلهم بسرعة كده فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة يعني لابد من استعاب مواضع الغسل استعابا جيدا حتى ولو داق الوقت واضح؟ غاية ما هناك إذا داق الوقت خليها مرة بعد لما تبقى مرتين وثلاثة بس مرة مستوعبة وخش صلي لو داق الوقت خليها مرة خليها مرتين مش مهم ثلاثة بس مع الاستعاب العبرة هو المراد باستعاب الوضع الموضع الفرد يعني تستوعب العظم خصوصا للناس بإيه في الرجلين ما بتاخدش بالها يقعد إيه يمسحها لك كده يمسح كده وناس الجنب الدين الله طب ما تمسحها كلها استوعبها كلها يا أستاذ يعني بنشوف ناس كتير بتتوضى في الرجلين دي بيعملوا عميل في الرجلين الساعات حتى ما يدلكش الرجل يعملها كده تحت الحنفية وبعدين يحطها كده تلاقي بقعة ما تلاقي تهاش المية فيها باين هاخد بالك ازاي تلاقيها فيها لمعات كده باين ان المية لم ينسرتهاش وخش يصلي يبقى وفي صلي كده ورجله فيها لمعة ايه عدم وصول المية إليه ما ينفعش ده كده ما ينفعش يا أستاذ يبقى لازم بالذات الناس الكبار في السن بيبقى عندهم مشكلة كبير السن لو مش قادر يجيب طبق يحط في مية ويحط رجله فيها طلح عشان تستوعبها من جميع الجهات اذا كان راجل كبير السن انا كنت عملت كده مع والدتي لما كبرت كانش تقدر ايه تطلع رجلها في الحوض وتقدرش يتوطي تعامل فكنت حط لها ايه طبق كده وحط رجلها فيه واخد بقى تقول لي طب ما محطت رجلها كده بقى مستعمل الرجل التانية بقى ما ينفعها لا يا سيدي ينفع عند الملكية ينفع عند الملكية وهو القول الاول للشافعي تفاهمت بقى ازاي فما يجراش حاجة تاخد بالك من الحكاية دي والناس التخان قوي في شلات كده كرشه قدامه كده عيخسر رجله ازاي عشان يوصل لرجله عايز يجيب اتنين تلامه تحته عشان يوصل الرجل كرشه كده واخد بقى ده مسكين ده يبقى ده يعمل ايه يغطس رجله في جردل بقى ده واخد بقى لان رجل كبيرة بقى كرجل فيل فناخد بالنا يبقى ايه التخين قوي والعجوز قوي الاتنين دول ياخدوا بالهم من غسل الرجلين ياخدوا بالهم يعني يحتالوا انهم ما يعملوا اي طريقة يضمن ان غسل رجله مظبوط فاهمت بقى ازاي حديث ابي هريرة رضي الله عنه كان يمر والناس يتوضعون من المطهرة فقال اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم قال ويل للعقاب من النار اخرجه البخاري كتاب الوضوء باب غسل الاعقاب سيدنا ابو هريرة كان يمر على الناس كده يقول لهم اسبغوا الوضوء ويل للعقاب من النار كويس فناخد بالنا من الحكاية اسبغوا الوضوء يعني استوعبوا العضو وازيد عنه شوي تزود عنه شوي يعني انا حقس للمرفقين اروح طالع شوي فهمت ازاي حقس للوجه اروح نزل شوي على الرقاب ادي معنى الاسباغ حقس الرجلي اروح طالع شوي على الساق فهمت باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوء الغرة اللي هي الوجه يعني واخد بالك والتحجيل اللي هي ايه اللي هي الزراعين والقدمين حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليافع قال الله دليل ان امت النبي الوحيدة اللي بتتوضى بقية الامم التانية تصلي من غير وضوء مع ان الانبياء كلهم يتوضوا يعني احنا ربنا تعبدنا بعبادة الانبياء اكراما لنا لان النبي قال هذا وضوءي ووضوء النبيين من قبلي دل على ان الانبياء كانوا يتوضقون لصلاتهم اما اتباعهم لم يؤمروا بايه بانهم يؤمرهم يتوضوا فكانوا يصلوا من غير وضوء امت النبي تتوضى زي سائر الانبياء شوفت بقى فدي امة مكرمة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل اغراج والبخاري كتاب الوضوء باب فضل الوضوء والغرد المحجلين من اثر الوضوء اكتر عبادة بتعبد بها ربك في حياتك كلها هي الوضوء على فكرة بتكرروا اكتر ما بتاكل وبتشرب وبتنام صح ولا لا اكتر حاجة تعملها في يومك المسلم في عمره كله هي الوضوء اكتر عبادة هتقابل بها ربك وعلى شكرا تيجي يوم الايامة الاماكن الوضوء دي تلاقيها منورة كده يوم الايام باب السواك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتون بالسواك مع كل صلاة اخرجوا البخاري كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة يبقى السواك سنة مؤكدة عند الوضوء ولولا ان النبي اختار ان يكون سنة لكان شرطا لصحة الصلاة ولكن النبي اختار التيسير على الامة حديث ابي موسى رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستنوا بسواك بيده يقول اع اع يعني ايه يعني بيبالغ في السواك ويدخلوا في سقف حلقه حتى يزيل اثر شحومة الطعام والشراب اللي اكلوا فكان ايه اما تدخل حاجة كده جوه بس ما بيعملش كده جوه المسجد زي ما بيعملون الجماعة اياهم اللي كرهونا في الصلاة فهمت لا عند الوضوء فهمت جاء ان الملكية كرهوا استعمال السواك داخل المسجد لانه ده يزال القزارة ولا يزال القزارة في المسجد فده عند الغسل عند الوضوء عند الملكية استعمال وراء ايه وانا مع الملكية في هذه المسألة بالرغم ان انا شاف واخد بالك فوجدته يستنوا بسواك بيده يقول اع اع والسواك في فيه كأنه يتهوع يعني يدل على المبالغة في استعمال السواك مبالغة في تنظيف الفم لو كان فيه بقايا طعام في داخل الفم من جوه حاول ان كنت تخرجها بالسواك بقدر طاقتك ولكن ليس في المسجد ولكن وانت تتوضى اخرجوا البخاري كتاب الوضوء باب السواك حديث حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك لان النوم وطول النوم يغير طعم ايه الفم في طول النوم فاذا تغير طعم الفم بطعام او شراب او صمت مدة طويلة او ايه او صيام او نوم يسن استعمال ايه السواك باب خصال الفطرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الفطرته يعني الفطرة الايه ايه ما يستريح اليه الانسان بطبيعته ايه السليمة اهل الفطر السليمة يستريح للنظافة تلاقي كده لما يتنظف حتى الطفل الصغير اول ما يعمل على روحه يهض يحيط عايز مامته تيجي ايه تنظفه لانه فطرته كده مش عايز قزارة عليه مين اللي علمه ان دي قزارة وعايز ايه اخرص منها فطرته ربنا خلقه كده يكره ايه القزارة فقامت بقى ازاي فالفطرة يعني ما وفق الطبع السليم يبقى الفطرة كل ما وفق الطبع السليم قال الفطرة خمس او خمس من الفطرة الختان وهو قطع القلفة من الزكر التي تغطي الحشفة لرأس الزكر ودي واجبة عند الشفعية للذكور وللاناسي سواء عند الشفعية وهي واجبة عند الزكور دون الاناس عند باقي المذاهب وسنة عند الاحناف للذكر والانسة وفي قول انها سنة للذكر والانسة عند الملكية وليست واجبة واضح لكن الشفعية اوجبوها عند الشفعية الختان واجب للذكر والانسة سواء ليه واجب يا امام قال لانه ايلام ولا يجوز الايلام الا لضرورة فالايلام حرام ولا يفعل الحرام الا من اجل ضرورة فالضرورة تدل على الوجوب فهمت بقى ازاي ولا يجوز كشف العورة ولا يجوز الايلام الا لضرورة والختان فيها الاثنين كشف عورة وايلام جرح والاثنين حرام ولا يجوز فعل الحرام الا من اجل ضرورة فدل على ان ايه الختان واجب لكلام مين الشفعية رضي الله عنه لكن الباقي قال لك لا ده امور في العادات ووجود العادة في الامر قرينة تصرفه عن الوجوب الى الاستحباب فهمت بقى ازاي لان ده امر متعلق بالعادات وكل ما تعلق امر بالعادة يكونوا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب فهمت بقى المزايا بالتانية قالوا كده يبقى الختان تبقى المرأة تختم ايه عند الشفعية بس بواسطة الطبيب وليس بواسطة الدايا ولا الحلاق لانه بيدر فان لم يتوفر الطبيب يبقى تركوا الختان للنساء افضل حتى لا يوضرهم احد واضح الختان والاستحداد تاني حاجة الاستحداد الاستحداد اللي هو ازالة شعر العانة وهو الذي يكون حول ايه الذكر او حول فرج المرأة بالموسي الاستحداد لانه ايه جاي من الحديدة استعمال الحديدة يعني ايه الموس ونتفو الابط نتفو الابط اللي هو الشعر اللي بيبقى موجود في الابط ينتفو لانه لما بتنتفو بيطلع على فترات متبعدة بس اللي يتحمل ها الامام الشفعي كان عند الحلاق فرفع بقى باطو كده والحلاق بيحلق بالموسي فدخل عليه احد تنامزته قال اعلم ان النتف افضل ولكن لا اتحمله قبل ما يسأله يعني يبقى نتفو الابط اذا تحمله الانسان وتقليم الازفار قص الازفار ليه لان الازفار لو تركتها بيتجمع فيها الاوساخ وتبقى الاوساخ دي عاملة حائل تمنع من وصول الماء الى الزفر الى باطن الزفر فتؤثر على صحة الوضوء وعند علماء الصحة كمان والاطباء بتؤثر على ايه على صحة الانسان لان بتنقل ايه الديدان والامراض المعوية وتقليم الازفار وقص الشارب يعني قص الشارب بيجعله على حفة الفم وما يكونش بنفس كسافة اللحية يعني بيجعل شاربه اخف كسافة من لحيته وان يكون على حفة فمه هي دي السنة فيه ناس بيشيروا خالص بالمسكت منظر قبيح واخد بالك وان كان بعض العلماء ايه قالوا انه ايه جائز اللي الممالك قال من ازله بالكلية يعذر يعني انهزأه ازاي فناخد بالنا من الحكة وقص الشارب اخرجه البخاري قص الشارب سنة واذا نبت الامرأة وجب ازالته ولكن بالنسبة للرجل سنة لان امرأة بشنب دي تبقى صعبة شوية طيب المرأة امو شنب تشيل شنب تفهم اه اه تبقى نوع من التانية بيعتبرها مصلة لما بيشيلها كده بالموس يعتبرها شبه المصلة يعني كأنه تشويه يعني اخرجه البخاري في كتاب اللباس باب قص الشارب حديث ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين ووفروا اللحة واحفوا الشوارب احفوا يعني اجعلها على حفة ايه؟ الفم ووفروا اللحة يعني اترك اللحية مخالفة لمين؟ للمشركين طيب وقال خالفوا اليهود والنصارى وخضبوا الشيء طيب الامر بمخالفة اليهود والنصارى اولى من الامر من مخالفة المشركين ليه؟ لوجود الشبه بيننا وبينهم احنا اهل كتاب هم اهل كتاب فكلما كان هناك واجه شبه واجب المخالفة اكثر حتى تتميز فهمت؟ فاذا كان مخالفة اليهود والنصارى بالخضاب للشيب اجمعت الام على انه سنة يبقى يكون احفاء توفير اللحية من باب اولى ان يكون سنة لان احفاء اللحية لمخالفة المشركين ومخالفة المشركين حكمها اخف من الامر بمخالفة اليهود والنصارى واضح؟ فهمت؟ عشان كده متأخري الشافعية كلهم قالوا ان اعفاء اللحية سنة وليس واجب فهمت ازاي؟ ليه؟ بالقياس على سبب اعفاء اللحية مخالفة المشركين وسبب الخضاب مخالفة اليهود والنصارى والخضاب باجماع المسلمين سنة يبقى اعفاء اللحية من بابه اولى ان يكون سنة وليس واجبا تهمت بقى؟ انشان كده كنا نشوف كتير من علماء الازهر حلقين لحيته يجيلك العيال الاغبية ولكن انا ما صليش خلف حليق خليك يا جاهل هو شايف انها سنة ايه المشكلة يعني؟ ولو ترك السنة لا يأسم ربما يكون عنده حساسية في جابير لما بيسيب الشعر يعمل له هرش يعمل له حاجة يبدأ ايه؟ عنده مرض جلدي عنده اي حاجة جوم التانيين الاغبية لو شاف واحد حليق في المحراب ميراش يصلي خلفه كأنه كافر الله ايه الغباوة دي؟ اعفاء اللحية دي ركن من اركان الاسلام؟ ولا ركن ولا حاجة حكاها سهلة تقيم تبقى ازاي؟ وبالتالي ما تبقاش ضيق الافق زي الجماعة اياهم انت عارفهم؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انهكوا الشوارب واعفوا اللحة انهكوا الشوارب يعني خففوها خليها خفيفة انهكوا يعني ايه؟ يعني اضعفه يعني خلي الشارب ضعيف كده ما تخلوش بقوة غزارة شعر اللحية ادي معنى واعفوا اللحاء اخرجوا البخاريه كتاب اللباس باب اعفاء اللحية ونقف على باب الاستطابة غدا ان شاء الله اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكتهم يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَمَّدْ عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيلُ وَلَا آلِهِ وَسَلِّمْ اللهم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَمَّدْ عَبِدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيلُ وَلَا آلِهِ وَسَلِّمْ اللهم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَمَّدْ وَلَا آلِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِنَتَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَكَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُحْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ